في شهر رمضان تكتر عمليات التضامن مطاعم الرحمة عابر السبيل تفتح في كل مكان من أجل تقديم إفطار في جو تسوده المحبة والإخاء نحن مجموعة من الشباب مطوعين باش ننضير هذا مائدة الرحمن هي عابر السبيل ونتمنى واللي بغي يجي عاون مدية نيجي واللي بغي عاون معنوية نيجي واللي عاون في الخدمة وهذه من الحبابية وكان هذا المطعم الذي سميناه مطاعم الخير في برنامج الجمعية وفيه حوالي اثنين من المطاعم على كل حال مشغل مطعم واحد والمطعم الثالث إن شاء الله في بلدي تبني والنيف وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكونوا في مستوى أننا نقدموا الوافدين والمسافرين وعابر السبيل أننا نقدم لهم إفطار إن شاء الله يليق بمقامهم ويليق بقيمتهم ويليق بقامهم مطاعم الرحمة لقيت استحسان الكثير وخاصة عابرية سبيل مرحبكم على طويل رمضان في كل مستوى أننا فهموا بني كل حال ويليق بقيمة كل حال ويليق بمقائم الكثير ويليق بقيمة جميعين يحترام الأشياء والمعافرية سبيل الرحمة شباب تطوع من أجل خدمة عبر السبيل والمحتاجين العمل الخيري الحمد لله إطعام السبيل إطعام الناس المحتاجة إطعام الناس كيليك ما عنداش دوك ويني أكل ما عنداش ويني يشرب نحن عرى ندره الخير ونتمنى قعمل الشباب الجزائري وشباب المسلم أن يطوع العمل الخيري فيه أجل مع الله سبحانه وتعالى وبصراحة يعني بما أنك تقوم بالخير دائما تحس بواحد الراحة نفسية وتحس بواحد الإرثيات نتمنى الشباب يجربوا ستطوع عند جمعية جزائر الخير وهذا الشيء اللي رندي لها في وجه الله ونتمنى نكون باب من أبواب الخير ونتمنى كل شاب من الشباب الجزائريين أنهم يكونوا تهم عندهم يد من المساعدات في سبيل الله من أجل يطعام عبر السبيل لتبقى هذه المبادرة الحميدة اللاسيقة بجهر رمضان لدليل على السخاء والكرم وتدعمنا الشعب الجزائري خاصة في شهر رمضان شهر الثوبة والغفران شهر الثوبة والغفران شهر الثوبة والغفران شهر الثوبة والغفران